كمان المكشوف قوي والمهاندس عدل أشار إليه هو حاب يقطف حاجة من كل طبق كده على السريع فكرة البرنامج كنت بقول له يا باش مهاندس قال لي لا ما هو دي بقى حلقة ما يطلبه الكريهون للأهلي وهو فعلا ملكه اكتابة مدام رسالته الدفاع عن الأهلي وعن الأهلي كنادي وكقيمة وكتاريخ وكفكرة وكصورة وكجمهور بشكل عام في لحظة الأهلي مالوش إلا جمهوره بس دي سوابة ملكه اكتابة لو البرنامج بهذه المنهجية اللي بيحترم فيها كل القيم المهنية السليمة من وجهة نظرنا واللي بنحاول فيها نرسل كل معاني الرياضة السليمة ولو عندنا غلط الناس تشاور لنا عليه ولو عندنا تجاوز الناس تقول لنا هو فين ولو عندنا خرق لأي قاعدة مهنية نتقبل النقاش فيها بصدر راحب جدا لكن لما يكون ده ده خطنا وده التزامنا ده ما يزعجش الآخرين حيزعجهم جدا أي حد عايز يستفرد بالأهلي أي حد عايز يكسر في الأهلي أي حد عايز ينال من الأهلي ويلاقي حد يقول له ستوب لازم أنه يتدايق بس كمان وهو يبقى عارف أنه هو بيدافع عن منطقة تانية خالص لأنه إحنا حتى في علاقتنا أو في حرصنا على علاقة النادي بكل الأندية الشقيقة لها كل الاحترام والتأدير وأعتقد محدش سجل علينا ملاحظة سلبية واحدة تمثل الروح الرياضية وعلاقات الأهلي بكل الأندية بنتكلم عن ما يحصل عليه المنافسون من حقوق غير شرعية وغير سليمة حفاظا على حق النادي الأهلي ودائما لما بنقدم الرأي بنقدم الرأي والدليل بالصوت والصورة ما بندعيش ولا بنتجاوز مع حد لكن هندخل في مناطق وليلة قوي مكانها مش البرنامج خالص هنقعد بقى ناس تلقح كلمة وناس يكتب تويتة وناس يستعرض شغل في الهلفاتة اللي لا تليق بالبرنامج أنه يتناولها أبدا على الإطلاق ملك وكتابة يعني مش حينزل لأي مستوى من هذه المستويات لكن في نفس الوقت مش هيسكت على أي تجاوز من هذه التجاوزات دفاعا عن الأهلي مش عشان البرنامج ما يخص البرنامج احنا مضحيين بجزء من سمعتنا ومن وقتنا ومن صحتنا لتحقيق رسالة البرنامج نفسها والجمهور كمان لازم يعرف أنه مالك وكتابة برنامج لأ صاحب رأي مش صاحب قرار أحيانا أنا لأي تعليقات الناس يوجه لك الانتقاد كما لو كنت أنت المفروض تقرر أيه 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 طب أنتو هتفضلوا تتكلموا بس آه هنفضل نتكلم بس لأنه إحنا مش صاحب قرار إحنا صاحب رأي بس مهمتنا أنه إحنا نقدم المعطيات كاملة لأصحاب القرار وفي النهاية صاحب القرار هو المسؤول يجوز عنده رؤية مختلفة يجوز عنده معطيات مش متوفرة عندنا يجوز له وجهة نظر مختلفة عندنا لأنه صاحب قرار إحنا صاحب رأي فأرجو الناس اللي فهم أو فاكرة إن احنا نملك القرار فبالتالي لما يلوم لك فلان أو يلوم علان منتظر إن أنت تاخد قرار هو دي المشكلة بقى أستاذ برحيم آه ويمكن معايا بشكل أكثر كسافة آه إن ناس كتير مثلا تبعتلي وتزعل مني في الآخر طب ميرشحين لعيبة ولا مدربين أنا كل ظهوري إن أنا ننقل الصورة دي لمتخذين القرار المتخذي القرار لكن مش دوري إن أنا أقوله والله عجبني يعني أنت ما بتقوليش رأيك عجبك مش مسألة رأيي هو عجبني أم ما عجبنيش أنا الأمانة تقتدي إن أنا اللي بيجيلي أحوله على أصحاب الشاء هم بقى اللي بيقدر يقولوا إمتى ومين مش أنا ألاقي غضب بقى وكلام مش مظبوط آه تبص تلاقي أحيان تعليقات بتحملك مسؤولية حاجات مش بتاعتك أصلا يعني وأنا ممكن أبقى لي علاقة بالتشكيل إزاي يعني مين يمشي مين ييجي مش أنا صاحب القرار صحيح فالناس لازم تفهم دي أنا وأنا داخل دلوقتي برضو حدي بيكلمني إلحق مش عارف إيه حصل كذا كذا يا جماعة بلاش طريقة إلحق دي إحنا عندنا فريق إعداد بيتابع كل صغيرة وكبيرة ولما نبقى داخلين على هوا يعني ليه متصورين إحنا إحنا لما سكين كرباج لحد لكن في نفس الوقت اللي ييجي ناحية الأهلي بنحل الكلامه وبنفنده وبندي للرأي العام يصدقوا ما يصدقوش إذا فيه شيء فيه افتراء بالوثيقة بالرد عليها عشان الناس تعرف مين صاحب المصدقية ومين والأهداف إيه ده دورنا صحيح مش عادينا نطول أكتر من كده عشان نلحق نخلص الورانا لكن كل اللي قدر أقوله يا جماعة التكير النادي الأهلي والله 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 لم يمر في حياته في حياته في مثل هذه الظروف لأن كنت أنت قبل كده كان كل مشاكلك ليه علاقة بيك أنت أنت فرقة الكرة مش كويسة أنت تقدر تبنيه أنت فيه خلاف داخلي أنت تقدر تحلو أنت فيه وزير مش عارف يقولك يخصك لكن النهاردة أنك أنت تشوف خطط إعلامية تحالفات بين أندية فلوس الدفع للأطراف المتنافسة اختراق لدلاب العمل بتاعك ودلاب الإعلام بتاعك لفطرات طويلة حتى الآن تعاني منها شائعات في وقت بقية سهل أنك تخلق شائعة وناس مش بتدقى أنا ما بلومش الشباب اللي على السوشيال ميديا أنه حيانا ينصقوا رأي الشائعات لأن ده فيه مسؤولين بينصقوا رأي الشائعات فيه إعلامين كبار يكتبوا بناء على كلام منقول مش مؤكد فأنا كله بقوله ماشي يا سيدي إذا كنتوا تعليم مننا حقق علينا إذا كنا قلنا حاجة يعني لكن والله لم ننطق إلا الصدق والله لم نقل إلا الحقيقة والله ليس هدفنا إلا إن إحنا ندافع عن هذا الكيان مش مطبرطية غير للحق كمان ما هو مش مطلوب مننا كمان يبقى الدنيا كلها ضد الناد اللي قال وإحنا نطلع نكمل في الاتجاه ده عشان نسنبسط مننا هي مش شجاعة سهلة بس مش شجاعة يعني تفكرتني الشجاعة أنك إنت تبقى عارف أنك حتقول كلام معجبش حد بتحبه فالحد اللي أنت مش اللي بتحبه ده ينقلب عليك شكرا